موسيقى يسعد أوقاتكم مشاهدين وأهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامج منوعات هلا معي أنا عرين كامال دقصة على قناة هلا اليوم الواحد والعشرين من أذار أول أيام فصلة ربيع اللي الطبيعة بتلبس ألوان الزهور المختلفة وجذابة واللي بشكل مباشر بغير نفسيتنا وبرفع عنا الشغف والطاقة للفعل وبهذا اليوم كمان عيد الأم فعبر شاشة قناة هلا بالدعاية جميع الأمهات بالعالم يا رب أيامكم كلها تبقى مكللة بالزهور والصحة والسعادة وطبعا ما بدنا ننسى انه هذا الشهر شهر آذار هو شهر المرأة اللي بالسنوات الأخيرة مكانتها عم تتغير داخل المجتمع عم نشاهد ارتفاع بنسبة النساء والأمهات العاملات وبالمقابل ازدياد ملحوظ بنسبة النساء والأمهات اللي عم يتوجهوا لفتح مصلحة خاصة فيهم فهذه الخطوة ممكن تكون ناجعة عن عدة قرارات وتأثيرات اللي بيخلوا الشخص وخصوصا المرأة تبدأ بهذه الخطوة فعشان نتحدث أكثر عن هذا التأثير والخطوات الأساسية لفتح المصلحة نتحدث عن الأسس لإدارة المصالح وغير هالعديد من النقاط دعوني أرحب بضيفتنا ريمة يعقوب من قرية الجيش مدربة ومستشارة لرواد الأعمال وأصحاب المصالح صاحبة لقب ثاني في الإدارة والاستشارة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا عري أهلا فيك أول شيء كمان أنا بحب هيك أعيد كل أمهات من الأشخاص اللي بتابعوني هيك برافقهم دايما وكمان لأمي ولجميع الأمهات هيك إن شاء الله كل سنة وإنتوا تكونوا بألف خير وكمان هيك عيد ربيع أنا بالنسبة لي هذا عيد بداية الربيع بشكل عام فصل الربيع هيك الضحكة من الذين اللي ذنجوا وكل الألوان أول شيء تعني نحكي على نسبة النساء والمصالح اللي هن تابعين لنساء بشكل عام بهذا الوقت خصوصا اليوم نسبة النساء طبعا هي عم تتغير كل الوقت بس تقريبا من 2018-2020 كان تقريبا نسبة النساء بحدود 30% اللي هن عندهم مصالح تجارية خاصة فيهم طبعا بنحكي على مصالح صغيرة ومتوسطة ومن وقتها كان فيه كمان ازدياد كتير كبير طبعا احنا ننساش انه كمان بهدول السنتين الاخرانيات كان في عنا أزمة الكورونا اللي هي كمان عملت للجهتين من جهها كان فيه مصالح اللي هي سكرت من جهها كان فيه مصالح اللي هي بلشت كمان تفتح جديد وبالعكس كان فيه كتير نساء عملوا تغيير هيك الجزري او انه اختاروا كمان دخلوا كمان اشي وهذا كان النتيجة تبعته انه فيه مصالح كمان جديد اللي فتحت من عن طريق يعني النساء وهي شغلة كتير يعني انا اليوم متأكدة الاحصاء تقريبا اذا نجي منطلع بيكون فوق ال 35% اللي هني اليوم من النساء حلو كثير 35% اللي هي يعني نسبة منيحة من المصالح بشكل عام اللي تان قول الادارة فيه النساء فهذا الاشي مقارة مع الوقت اللي كان قبل هل هو عم يزداد عم بيباده نفس الاشي طبعا لا فيه بازدياد كتير كتير كبير يعني اذا بتيجي نحكي انه من قبل كان هقل يعني كان المعروف اجتماعيا انه النساء تفتح المصلحة هي يعني هي تفتح مصلحة وهي يدير مصلحة طبعا كان فيه من قبل فيه هيكا مشاريع تجارية اللي هي كانت على نطاق اصغر شوي اليوم عم بيصير فيه اكتر تطور طبعا كل الوقت كان فيه مصالح تجارية عند النساء لكن اليوم عم بتتغير ومش بس التغيير عم بيصير بانه فيه اكتر نساء الا نوعية المصالح التجارية اللي عم بتكون كمان عم بتكون مختلفة والمشاريع عم بتكون مختلفة حلوة كثير. خلينا نحكي على الأسباب من وراء هذا التوجه. لحظة قبل كنا نسمع المصلحة للرجال أو فتح المصالح للرجال بشكل عام. شو السبب لها عم بخلي النساء تفوت لهذا العالم وعم تكبر النسبة؟ اليوم يعني فيه كثير أسباب منها أول يعني سبب أقدر أجي أقوله بالأخص عند النساء هو قصة الليوني. الليوني بالوقت فاليوم كثير نساء بتفضل أنه يكون فيه عندها هي مصلحة تجارية بالرغم من التحديات نبقى نحكي عنها. بتفضل أن يكون فيه عندها مصلحة تجارية اللي هي فيها تقدر تكون فيها أكتر وقت مع أولادها. طبعا ننساش أنه فيه كمان أسباب تاني أنه اليوم صعوبة أنه الإمرأة تلاقي شغل اللي هو بساعات اللي يسمح لها كمان تقضي شوي وقت مع أولادها أو ترجع بكير. المرات كتير كمان المواصلات لما كمان اليوم نلاقي أكتر نساء اللي موجودين بمناطق اللي هي أكتر بالقرى بالبريفيريا. يعني أكتر بفضله أنه يلاقوا إشي ما أنه يسافروا كل يوم ساعة أو ساعتين لمحل الصفر. طبعا فيه كتير أسباب اللي هي يعني منيحة أنه كمان هي بتشجع أنه النساء تبلش تفتح مصالح تجارية. وشغلي كمان بفكر السبب هو كمان أنه اليوم في عنا أكتر إحنا مفتوحين أكتر على هاي المجالات. يعني اليوم فيه أكتر معرفة في اليوم أكتر موقع الإنترنت اللي ممكن نشطل عن طريقها وممكن نشطل عن بعض كمان فهاي شغلي كمان كتير بتشجع. حلو لما إحنا بنجي بنحكي هيك عما إنت عم تشرحيننا على الأسباب اللي ممكن تكون ناجم وتخلي النساء تفوت أكتر لهذا العالم خطر ببالي أنه لحظة من اللي بيكون عنده مصلحة تعال نقول وقته بيكون مكرس كمان للمصلحة يعني صح إحنا نحكي على تنظيم الوقت وعلى كل هاي الأمور أما بالآخر يعني فكرنا هو لا بيوقف شونه نعمل للمصلحة وبننا نوازن بين المصلحة والبيت وبدنا وبدنا فكيف هذا الإشي ممكن يكون لترتبها؟ إحنا دائما بحاجة يكون في عنا وعي لقصة التوازن طبعا مالا مرة بيكون في توازن 100% بلاش نعيش في متاليات بلاش الظبت بشكل عام يعني دائما إحنا بنتدور على التوازن أنه بمناحد كمان الوجود مع العائلة وكمان أعمل أشياء تاني وبالنسبة لي كمان المصلحة مقدرش أقول إنه دائما بالمصلحة بكل المراحل تبعتها بيكون في توازن بس في أكتر مرات كتير مروني ويمكن مرات بتطلب من النساء فلنفرد إنه يكونوا يعملوا زي ما حكينا نقص التنظيم الوقت دائما في هذا التحدي أنا ما بقول إنه اليوم إذا الإمرأة فتحت مصلحة يعني هي اليوم عندها ليوني يعني كل دقيقة بتقدر تكون يعني كل الوقت مع أولادها أو بتقدر كل وقت تعمل الأشياء اللي بدها إياها بحاجة أنا حسب رأيي اليوم لما واحد الإمرأة بتفتح مصلحة هي ما بتفتحها بس لحالها هي هنا هيك بتجند كل العائلة لهاي المهمة طبعا بأمور مختلفة لأنه بحاجة كمان مرات كتير يكون في عنا إحنا هاي الإدارة الزاتية علشان نقدر إحنا ندير البزنس تبعنا بس إذا ما في عنا الإدارة الزاتية رح يكون في صعوبة مرات كتير إني أستمر بالمصلحة حلو صح نقطة كتير مهمة اللي رح نحكي عنا بعد شوية على التنظيم الوقت أما قبل ما إنه هيك نطرق لكل هاي المفاهيم تعني نعرف شوي يعني إنه نفتح مصلحة يعني هل إنه خلنا غرفة بجانب البيت منا هناك دكانة وهي صارت مصلحة ولا إنه مفهوم ثاني؟ اليوم في كتير مفاهيم لا أصل إنه يكون في عندي مصلحة أو بيكون في عندي بزنس طبعا في كتير مفاهيم ومش شرط كلياتها لازم تكون بإنه في عندي دكانة في تحت دكانة بيدي أبيع أشياء أو بيدي أعطي خدمات بالعكس اليوم في كتير أشخاص في عندهم بزنس اللي هني فيش عندهم ولا أي مبنى اللي بيشتغلوا فيه بالعكس بيشتغلوا من البيت بيشتغلوا ممكن من الإنترنت ممكن بيعملوا كتير أمور معينة اليوم أفتح مصلحة هو أول إشي الأساس هو إنه أنا بدي أعمل بإشي أنا بحبه خدمة أنا أعطيها أو منتجة أنا بدي أبيعه في عندي لقلو شغف معين طبعا هاي كتير مهمة يكون في عندي شغف كون عندي حب للإشي اللي أنا بعمله يكون في عندي طبعا خبرة لهذا الموضوع ومن هون ببلش أقول أوكي أنا في عندي شو أعطي للعالم أنا دائما بقولها إنه المصلحة طبعتنا هي مش بس بجيب منتجه وببيعه أو بس بجيب بدي أعطي خدمة إلا في عندي إشي بدي أعطيه للعالم أمرء وللعالم من خلال هذا المصلحة طبعتي فممكن يكون من خلال كتير أطر طبعا نحكي عنها اليوم راح يكون ممكن يكون بكتير أطر وهذا الإشي الحلو كمان إنه اليوم مش لازم يكون عندي بس يعني مركز على أساس إنه أعطي خدماتي إلا ممكن يكون بكتير طرق طرق ثانية حلو قبل ما نحكي على الفرق بين المصالح بغنا اليوم أسألك سؤال ذكرتي الحب والشغف يعني ممكن نقول إنه الشخص اللي بيفتح مصلحة بدون ما إنه يحب الشغل نفسه أو بدون ما يكون عنده شغف ما راح ينجح أو راح ينجح في النسبة معي يعني طلع هو يعني طبع عشان كمان نكون هكو واقعين إنه مش بس الحب والشغف هو مش كفاية بس هو الأساس لأنه إحنا بنمره بتحديات كتير كبيرة اليوم تعالي نقول إحنا اليوم عيد الأم مضبوط النساء الأميات نمره بكتير تحديات مع ولادهن بس شو اللي بخلوهن أو كل بالتربية بالعائلة شو اللي بخليهن كل الوقت يستمروا يشتغلوا بهذا الإطار العائلة أو يستمروا بإطار العائلة بالرغم من الصعوبات اللي بواجهوها كل الوقت هو الحب والشغف تبعها للأمومة لأولادهن للأشخاص اللي هن بحبوهن تعالوا نخدها من هذا المثال إذا أنا بعمل إش اليوم ما بحبه وممكن أن ينجح فيه وطبعا إذا كان ينفي von أستراتيجيه فيه ناس اللي ممكن بتعمل معي أشياء معينة بالأخص عند النساء هن بحاجة يكون في عندهم تواصل للأشياء اللي بعملوها بالأخص عند النساء يمكن الرجال يقول لك إنه أنا.. كمان أنا بسمع من الرجال بقولون أنا بحب اللي أنا بعمله أنا بحب فيie شي معين ما بعمله بحبه يمكن مش بشكل كامل يمكن التجارة يمكن التسويق يمكن مجال معين أنا بحبه وبحس حالي أنه يعطيني كمان المتعة اللي أنا بديها وكمان الدخل اللي أنا بديها بس عند النساء بالذات لأنه النساء أكتر عاطفيات اللي هني مهم لإلهم كمان يتواصلوا مع الأشياء اللي بعملوها فمهم كتير يكون يحبوا الأشياء اللي بعملوها لأنه فيه تحديات كتير رزم صح وبقى هاي التحديات ممكن ندخليهم أنه تنقول يرفعوا إيديهم ويغيروا المجال وبالمقابل ممكن نقول إنه اللي ما بحب الإشي ما رح يشوف حاله فيه خصوصا إحنا النساء يعني إذا ما عملنا شغلة وإحنا عملناها من شغف ومن حب ومن تواصل ذاتي كتير عميق إحنا ما رح نعملها للآخر مضبوط اليوم فيه موضع إنه يلا تعال افتح عمل إشي وعمل بيزنس وبتنجح بفوكوس هيك وشو مكان المهم إشي هذا المجال فيه مصاري يعني اليوم فيه كأنه إنه فيه موضع هيك بكل منصات التواصل إنه تعال افتح بهذا المجال بتنجح بتفوتي ألف دولار من أول أسبوع أو أول شهر فالناس كأنه بتنغر من هذا المحل بس لما بتبلش وبتفوت على المجال بتحس إنه هذا مش المجال مش لإلها مش إنه الإشي اللي عن جد بتحبه فبتكون السبب لإنه أنا بدي أختار هذا المحل هو إنه مادي بشكل يعني يعني بس هو مادي مش غلط إنه يكون فيه عندنا هدف مادي بس كمان مهم أعرف أنا وين رايحة وإذا هذا الإشي أنا بحبه لأنه بده استمراريه يعني المصالح تعالي نرجع نقول إنه المصالح لازم يكون فيه عشان تنجح لازم يكون فيه استمراريه حلو يعني إذا إجينا هيك تخيلنا ميزان ما بينفع نحط الحالة المادية أو المصاري على كفة والحب ويشغب على كفة ثانية ونقول آه بيسوي بعض ولا ممكن ولا ممكن مهم إنه يكون فيه فيه هذا الهيكا ندمج بناتهم إنه فيه طبعا ما بينفع عمل إشي بس اللي أنا بحبه وبدون ما يكون فيه عندي دخل مادي أو يعني إيراد مادي منه لأنه إذا أنا بدي أفتح كمان المصلحة تبعتي بهدف كمان إنه أربع حالي وكمان أجيب هيكا الأجر يعني لبيتي يعني أجيب معاش لبيتي وكمان أنا أعيش فأكيد بحاجة إنه كمان أتطلع هذا الشيء يعني ما بيكفي إنه أكون أنا إنساني طبعا يعني ممكن تكون جمعية بس إنه بس اليوم النساء بيعطوا بشكل كتير كامل يعني أشياء اللي هنا بالبيت بشكل أو بآخر فهنو بتعودوا إنه يعني هذا العطاء موجود من عندهم فيه الإشي موجود بس إذا بدي أفتح مصلحة وبدي إياها تنجح للمدى الطويل أنا بحاجة تكون في إلها كمان إدارة وكون في إلها كمان يعني شغف وكمان هيكا رؤية شايفت أنا للمستقبل شو أنا بدي أكون حلو يعني إنه هكي بكلمات أبسط إنه نيجي نفكر على إشي اللي هو بس مادي ما رح يعطينا الإمكانية أو بس من حب وشغف كمان ما رح يعطينا التوازن هذا لازم يكون كمان وكمان طبعا وخصوصا إنه عندنا النساء اللي منطلع دائما على الهكي على الصورة كلها على كل النقاط الموجودة فيها وكي بتلايم لإنه وطبعا ما ننسى المشاعر اللي أنت حكيتي عنهم فإذا هكينا نرجع للفرق بين المصالح بوقتنا اليوم ذكرتي إنه في مصالح على الإنترنت بشكل عام وفي مصالح اللي هي مصالح تاني نقول في مكان ثابت ففي أنواع مختلفة ثانية؟ أنواع مختلفة هي طبعا اليوم يعني المصالح اليوم شو هي نحكي على تعريف المصالح هي ممكن تكون كل شخص في عنده في عنده معرف في عنده قيم يبدو يعطيها للعالم وفي عنده الخبرة هو اليوم بقرر أنه يفتح مصلحة ويعطيها لخدمة وبالمقابل هو ياخد عليها طبعا المال فنواع المصالح ممكن اليوم كتير متعددي يعني إحنا اليوم بنشوف أشخاص يعني بفتحوا المصالح بس منه مجرد أنه بيعطوا استشارات تدريب لأمهات لأولاد اليوم في مصالح اللي هي ممكن عم ببيع منتجات مثلا اليوم كتير بشوف كمان قصت المنتجات كتير مثلا اليوم ماشي اللي هي دمج مع كمان إشي علاجي فلنفرض أشخاص اللي بيعطوا مثلا علاج أو بيعطوا استشارة مثلا للأطفال أو إشي تاني بيعطوا كمان منتج اللي هو مكمل فيه كمان طبعا إحنا مش بنحكي هنا حاليا على المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في اليوم ممكن يكون أنا مصممة فلنفرض بجوهرات أو مصممة أزياء وما فيش في حاجة أفتح محل ممكن أنا أبيع اليوم أونلاين اللي يكون في عندي حانوت اللي هي أونلاين اللي أقدر أبيع كمان لكل العالم فيعني اليوم في كتير مجالات متوسعة وبفكر اليوم كل الوقت إحنا اليوم منشتري بالأغلب غير المنتجات هون كمان منشتري المعرفة بالرغم من إنه المعرفة موجودة اليوم بكل المنصات بس إحنا ما بنتواصل باسم المعرفة كمعرفة كمكتوبة بجوجل وهذا هو المتواصل مع الشخص اللي بيعطينا هاي المعرفة اللي برافقنا اللي بيعطينا المحل اللي إحنا بدنا نصلى إله يعني أنا موجود المتبع اللي بيفهمنا بالزبط اللي بيفهمنا أو اللي عن جد بش يعني ممكن يفهم الضائقة اللي أنا موجودة فيها يعني اليوم إحنا حتى بريج недطلع على الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة ما بتعطيك بس منتج بقي Beyond تقولك تعالي اشتري دائماً متحاول تورجيكي شو هذا المنتج أو الخدمة اللي بدأت تعطيها كيف هي بتأثر على حياتك نحن نطلع عليها بشراكة اللي كتير يعني معروفة واللي كأنه آه طبيعي يعني باجي بشتري فلنفرد منتج معين تبيع أبل فلنفرد اليوم في ناس اللي هي تشتري أبل لأنه أبل بيعطيها يعني بيعطيها جواب على كتير شغلات من ناحية تكنولوجية حلو أما هذا الإشي يعني إحنا بشكل مباشر كأشخاص بنروح بندور عن نتيجة يعني هاي النتيجة هي بتخلينا نروح نشتري منتج معين أو نشتري أي إشي ثاني اللي إحنا بحاجة إلهم فبالنهاية إحنا بننظر للنتيجة ما بننظر لأشي المنتج نفسه أو بننظر للشخص اللي من وراء المنتج لا في كتير ننظر كمان للشخص من وراء المنتج إحنا كتير منشدد عليها بالتسئيل اليوم بعالم الاستشارة بالرواد الأعمال منشدد كتير على الشخص اللي هو من وراء المنتج لأنه اليوم إحنا بنقدر نلاقي منتج بكل محل بس هذا المنتج مش دائما بيعطينا الإيميل اللي إحنا بدنا إياها يعني إذا نيجي منتطلع إنه إحنا مزبوطا بدي النتيجة بدي المنتج بس بدي أنا عارف من قبل هذا المنتج كيف بيخدمني رح أنا أستمر كمان أو كيف مش بس كيف بيخدمني كيف أنا بشعر من وراء هذا المنتج يعني اليوم حكينا عن قصة أبل يعني شوي نحكي على شركة كبيرة بس اليوم الشعور إنه أنا يكون في عندي أبل يعني كمبيوتر أو عندي تليفون ذلك إنه في الشعور بإنه إشي عندي إشي اللي هو كتير حديث تكنولوجي في شخص من وراء يعني حتى كلنا بنعرف مين هو مؤسس أبل والقصة من وراء ومش بالصدفة كمان إنه إحنا بنعرف مش عشان بس أبل كانت قدر تصل لإلنا بكتير طرق بس كمان بنعرف مين القصة من الشخص من وراء الشركة كيف وصل بناخد إلهام منه فدائما عشان إحنا نقدر نتسوق النتيجة تبعتنا أو المنتج تبعنا أو أي إشي إحنا بدنا نسوقه من المفروض أنه يكون عندنا تنقل إبداع وملائمة لعالمنا يعني أنا ما بيقدر إيجي إنصح في منتج معيني اللي أنا ما بأمن فيه أو ما بيستعمله ما بعرف فإذا هذا ما كانش في الإبداع والملائمة على الأغلب التسويق أول على الأغلب إنه بيع الإشي ما رح يوصل لنتائج ناشحة كثيرة مثل ما أنا بدي مهم أول إشي إحنا يعني جد اليوم بما بدأ أجيب المنتج أجيب منتج بطريقة اللي هي أكتر مختلفة وحديثة عن الآخرين يعني إحنا اليوم في عندنا بالآخر تنافس كمان بالسوق مش مهم مش بس السوق المحلي السوق العالمي فيه تنافس كل الوقت إحنا بدي أنا أستمر بإنه أعطي المنتج تبعي بالطريقة الأديمي بطريقة اللي هي ما بتميز المنتج عن إشي تاني رح دائما الأشخاص يروحوا على المنافسين اللي هني عم ببرزوا هذا الإبداع تبعها ممكن يكتور مرات كثير من العلامة التجارية تبعي صاحب المصلحة مرات كثير ممكن يكون كمان المنتج أكيد أنه يعني أكيد أنه أنا بدي أقامن بالمنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها بس أنا ما بقدر يمكن يعني ما بقدر أستعمل كل المنتجات اللي عندي أوك تعلم يعني هيك إذا أنا اليوم ببيع منتجات فلنفرد للبشرة يمكن ما أنا فيش عندي حاجة أني أنا أستعملها بس بأكيد أنا فحصت المنتجات هاي منين جاي شو هيك الجودي تبعتها شو بتعطيني من المصدر تبعها فعشان هيك كثير مثلا اليوم بشوف نساء اللي بيعملوا فلنفرد هيك كما بيعملوا منتجات اللي هن من صناعة يعني صناعة بيتية بس بس بيسووها بطريقة اللي هي عن جد بتورجي أنه مختلفة حلو حلو كثير كثير مهم إنه هكي نحكي على التحديات يعني لا شك لما إحنا بنفتح هذا الموضوع فاش تحديات أبداً كل شيء زهري ووردي وبجنة أما لما منيجي بنحكي على المصالح وإنه النساء أو أمهات يكون عندهم مصلحة في اختلاف لبين ما يكون تعني نقول هكي الرجل اللي عندهم مصلحة طبعاً إحنا هنا كثير مهم نذكر إنه من جاينا من هذا التنافس بين لبين أما هاي الحياة في تحديات أكثر كمان هون وكمان هون وهكي عشان نعطي أن تاني جاي نوصل للرسالة في الطريقة اللي هي معينة لنقول إنه التحديات موجودة ولكن إذا صلتنا الضوء عليها أو إذا هكي فهمناها أكثر ممكن ننقلل منها فعنا درجاء أسألك شو هن التحديات النساء بتمرغ فيها بشكل عام تعالي نحكي إنه التحديات موجودة عند الرجال وعند النساء يعني هيكها بشكل متساوي ممكن تكون نوعية التحديات تكون مختلفة اليوم عشان أنا أفتح مصلحة بحاجة يكون في عندي يعني يكون في عندي خطة يعني التحديات اليوم النساء اللي تمرغها هي أول إشي إنه إدارة المصلحة تبعتها توافق مراتي كتير مع العائلة طبعا مناش نحط هذا هو التحدي الوحيد طبعا القدرة إنه أنا يعني أقدر الأشياء اللي أنا بعرفها اللي أنا بعملها يعني إنه في عندي اليوم يعني أنا بقدر الإيميل اللي أنا بعطيها وأغلب عادة للنساء لأنه هيك أكتر بكون إحنا عاطفيات فاليوم النساء ممكن بتحس حالها إنه دايما هي بتكون ناصطة للناس اللي حواليها فإنه إذا قالوا لها هذا الإشي ملائم أو لا فممكن تتراجع بدقيقة يعني ممكن تكون عاملية كل يعني كل هيك الأمور إنه على أساس إنه تنجح لكن ممكن تتراجع بدقيقة وبفكر إنه هاي واحدة من الشغلات اللي إحنا بنشتغل فيها كتير هيك مع النساء هو خصوصا يعني بتطوير المصالح هو المرافقة بإنه بكل هيك المطبات اللي بمرقوا فيها ورح يمرقوا بمطبات ومش بس مطبات إدارية إلا عاطفية لإنه المرأة مش دائما متحس يعني لأنه هيك العالم مبني يعني إحنا بنشوف قداش فيه اليوم نساء في عندهم شركات بالعالم مش عم نحكي بس على مجتمعنا طبعا إحنا مجتمع اللي هو أكتر مجتمع عائلي عاطفي المتوقعة من المرأة أن هي عدتا بالبيت اللي بتعمل الأشياء يعني المرأة ما متعودة حتى تشتغل الأشياء ببلاش طيما بنحكي فلما بتيجي بدأت باللغة العلمية باللغة العلمية إذا تيجي بتحكي مجاني فلما بتيجي اليوم بدأت تطلع تقدم خدمة معينة اللي ممكن هاي الخدمة جاي عن جد من جوا ومن معرفة ومن علم ومن تجربة اللي عادتا هي كانت تعطيها يمكن لأولادها مجانيا أو أنه يعني بدون مقابل فلما تيجي لبرة عمجات تعلن أنه أنا بدي أخذ مقابل على هاي القيمة أو الخدمة اللي أنا بعطيها أول إشي فيه تردد كتير كبير فهاي واحدة من التحديات أنه النساء كتير بتستصعب تحدد الأسعار تبعت الخدمات تبعتها أو المنتجات تبعتها في عنده خوف طبعا الخوف هو موجود الخوف هو كمان يعني نابع من المعوقات الموجودة عنا وهاي أشياء إحنا يعني موجودة عنا ومش واقعية هي إحنا بنخلقها يعني من ناحية ليش إحنا بنحكي عاطفيا لأن إحنا بنخلق هذا الخوف هو موجود وإحنا بنحط هذا الخوف كأنه هو يعني هو زي ما قولوا عن جد العائق اللي عم بوقفنا الخوف اللي بخلينا نستعمل كتير كلمة يمكن يمكن هاك ويمكن هاك وبلكي هاك و بزلط كل هاي الأمور اللي هي النبع إنه نرجع إنه أوكي يعني ممكن حطيت مثلا عرض معين على المنتج تبعي أو الخدمة وقالوا لي غالي هذا الأشي مش إنه يعني برجعني أسأل حالي أول يعني جد بركي غالي هل أنا بستحق باستحقش هو هذا الاستحقاق كل الوقت للنساء بتسأل حالها هل أنا بستحق هذا المبلغ ولا لا عادة ممكن يمكن تتمرن على الموضوع أو تعرض المبلغ تبعها بس مجرد يكون عندها مرات يعني هيك أول الطريق يقولولها غالي أو إنه إيه كتير ليش يعني غيرك بعمل مثلا أرخص فنغري بتتراجع بتقول آه بركي عن جدي كتير وبركي لازم أعطيهن هيك تخفيض وبركي أعمل تنزلات وبركي هيك فهذا أشي كتير بعوق النساء واحد من التحديات الكبيرة اللي موجودة لأن النساء عندها قدرات كتير كبيرة بالإدارة فبس هاي المعوقات القوف وإنه يتبلش أشياء وتستمر فيها بدون هذا التردد هي هاي واحد من المعوقات التحديات التردد ممكن يكون كمان قلة هكي قلة ثقة فإنه إحنا بهذا العالم إحنا بنستحق إنه ما ممكن يكون ما بعرف أما التلع هو يعني قلة الثقة كمان هو أنا مرات كتير بستغرب إنه ليش عن جد فيش عندنا الثقة يعني ممكن يكون كنساء يعني أنا برافق نساء مرات كتير بعندهم لقب أول ولقب ثاني وأكاديميات وكمان يعني وعملات سيرورة كتير منيحة بحياتهم بس لما الإشي ييجي على إنه أنا أدير الشركة تبعتي أو البزنس تبعي وأبلش أحط أسعار بصير فيه هناك هذا التراجع طبعا إحنا ما بنقدر نلوم حدا الإشي موجود مجرد المعرفة إنه موجود إحنا بنشتغل عليه مع الوقت من هيك بصير فيه عندنا حصاني وهاي شغلي بفكر مع الوقت ممكن نساء يعني وأنا دائما بشوف النتائج إنه مرات أول ما بيجوا عندي بيكونوا بمحل معين بعد بسنة بصيروا يحددوا الأسعار لحالهن ببطل كل رسالة تقولهن غالي أو أنتي بتستحقيش يعني هيك تخوفهم بالعكس بيستمروا لأنه بعرفوا إيميتهم لذاتهم وللخدمة والمنتوجة اللي بعضوها وكمان يفحصين السوق وهي شغلي كمان مهمة حلوة كثير أنا دائما هيك بقول معرفة التحدي بتخلينا نروح ندور على الجواب أو على الحل للتحدي نفسه لما إحنا سمعنا التحديات اللي ممكن يؤثروا علينا بشكل عام على كل الأشخاص وخصوصا على النساء في إدارة المصلحة فإحنا عن جد بنقدر نروح ندور على الحل اللي بخلينا ندير المصلحة في طريقة اللي هي أحسن وتعنا نقول هكما ما نخلي له هاي التحديات إنه تكون عائق في طريقنا وما نوصل للأهداف اللي إحنا بدنا هي صح حلو فإحنا من هاي النقطة رح نطلع على فاصل إعلان قصير ومن بعدها رح نرجع تسهد وقتكم وجدد المشاهدين عنا لنكمل حلقتنا اليوم طبعا حلقتنا اليوم هي بتخص المصالح والأشخاص خصوصا النساء اللي بدهم يفتحوا مصلحة طبعا قبل الفاصل حكينا عن الكثير أمور اللي هي تنقل على التحديات اللي ممكن يتواجه أي شخص بده يفتح مصلحة وخصوصا النساء حكينا على مفهوم كلمة المصلحة اليوم بشكل عام يعني اختلفت على كيف كانت قبل وعلى عدة نقاط مختلفة اللي هي في الآخر بتخلينا نفهم أو ننظر بمنظور آخر لكل عالم البزنس والمصلحة وكيفين كون جاهزين فإسا سؤالي اللي دي واجه لع ضيفتنا ريمة هو إنه لما إحنا منا نيجي نحكي على مصلحة أو منا نيجي نفتح مصلحة هل كل النساء أو هل كل الأشخاص بيقدر يفتحوا مصلحة؟ سؤال كبير سؤال كتير كبير والصراحة هو فيش له جواب يعني اللي هو يعني نهائي آه أو لا بس باجي بقول إنه يعني نعم ولا بهذا الجواب من جهها أنا بقول دائما إحنا بنأخذ اختيارات بالحياة والاختيار كل اختيار بنأخذه هو بتطلب مننا إنه هيك يعني نعمل تغيير أو إنه بتطلب مننا إنه نكون ملتزمين لهذا الاختيار اللي إحنا بنأخذه مش مهم شو زي ما أنا اليوم ممكن أسأل هل كل ملائم لقلو يتعلم بالجامعة أو يكون يعني بالأكاديميا كمان نفس الشي اختيار أنا اخترت إنه أروح طريق معين أنا مهم كون أعرف شو هيك الأمور اللي أنا رح أواجهها فيه طبعا بعض الأشخاص إذا نجي بنحكي بشكل عام في بعض الأشخاص بفضلوش إنه يكونوا مستقلين لأنه بفضلوا إشي اللي هو يكون عندهم هيك أمان أمان مادي أو مش هذا ما بقول إنه فيش أمان مادي بالمصلحة بس بفضلو إنه زي ما بقولوا هيك يعني راسه يكون هادي يروحه يامل أقل وجع راس أقل وجع راس أو أقل تحديات مش شرط أنا عشان هيك بقول مرات كتير حتى مش كل أم يعني ملائم لإلها إنه تفتح المصلحة حتى لو إنه من ناحية الوقت ممكن يكون لين لكن إحنا بنختلف كأشخاص كمان بالأمومة كمان بحياتنا وكل واحد لازم يختار الوقت اللي أحس حاله إنه هو ملائم لإله والمعرفة هاي إنه أنا بدي أفتح مصلحة وإيش متطلب مني هي بتخليني أخد الإختيار الصح فممكن في أشخاص كمان بتجرب بتقولك بعدين إنه لا هذا مش لإليه أنا بقدرش أكون كل الوقت بعدم معرفة شو رح يصير معي بكرة هل في دخل هل في اشتخل يمكن أنا اليوم يعني الاحتياجات تبعتي بالحياة هي مختلفة عن أشخاص آخرين فهذا كمان برجع بقول إنه اختيار بدقيقة اللي أنا بختار طريق معينة أنا بدأ أعرف إنه أنا بدي أشتغل عشان أقدر أستمر بهذا الطريق حلو قبل ونحكي على المراحل قبل فتح المصلحة عند سؤال هيك مخير شوي هل في جيلي معين اللي فيه الشخص بيقدر يفتح المصلحة نحكيلك الإحصاءات شو بتقول إنه الإحصاءات بتقول إنه أغلب أصحاب المشاريع أو صحبات المشاريع النساء هن بيجي للأربعينات يعني بيجي للأربعين وفوق وبفكر إنه مراتي كتير ممكن يعني نطلع على الإشي كاليوم طبعا النساء كمان بتتزوج بجيل متأخر أكتر من قبل فلزم نجي نطلع عليها اليوم هذا الجيل اللي هو مش بس طبعا بالوسط العربي كمان فيه كمان بالمجتمع الإسرائيلي أو بالعالم نجي نطلع إنه النساء اليوم فهمت إنه أنا بدي بحاجة بهذا مثلا جيل أنزل شوي لوتيرة العمل تباتي أو بدي أكون أكتر مثلا مع ولادي والعائلة وبدو أكون مع ولادي لما هن بيجي لصغير فهذا الإشي بعطيهن وبيسمح لهم القرار إنه عن جد يستمروا ويبلشوا يفتحوا المصلحة لهيك بفكر الإحصاءات مش بالصدفة وأفكر كمان شغلي معينة ومهمة إنه هذا الجيل بكون إحنا في عنا عرفين حالنا شو بدنا أكتر في عنا وعي وفي كمان تجربة لأنه تجربة إلها يعني ما بنفع أنا اليوم أقول أوكي قررت اليوم بليلة أفتح مصلحة بموضوع معين لما أنا فش عندي التجربة يعني الشهادة هي ما مش كفاية إنه تخليني أفتح تاني يوم مصلحة فالتجربة بتأخذ وقت بالعكس لهيك إحنا بنشوف إنه النساء اللي بيفتحوا مصالح بهاي الأجيال بيكون أكتر المصالح تبعتهم بيكون أكتر ناجحة وبتستمر لكتير وقت حالة حبيت الجواب طب من هاي في عنا أمل يعني آه في عنا أمل بعد نفتح صحيح طبعا من هاي النقطة إحنا رح نتطرخ لشو هن المراحل قبل ما إنه نفتح المصلحة يعني خلص هاي قررنا يوم واحد في يوم وليلة يعني آه في يوم وليلة وبتصير اللي يجي ولا إنه في مراحل قبل آه في ناس بتثبت معهم مبعرش كيف بس أكيد أكيد لا زي أي خطوة بدي أخدها أنا بحاجة أكون أعمل خطوة مدروسة بالأخص ما بنفتح مصلحة إحنا ممكن وطبعا هذا ما بقول إنه هو ضمان لأنه المصلحة تنجح بمية بالمية بس خطوات أهم إشي إني أول شي أعرف شو أنا بدي شو الشغف تبعي أعرف إشان حابب أعمل بعدين أفحص عن جد وين كيف بقدر أجيب هاي القيمة تبعتي بالأول بالأساس إحنا في هيكا موديل اسمه اكي قيل إحنا بنحكي بلوله إنه الواحد يعرف شو بحب بإيش هو جيد والشغلة الثالثة إيش الناس بتحتاج يعني هدول ثلاثة شغلات هني أساسية إنه أعرف إيش أنا بحب إيش في عندي تجربة شو القيمة اللي أنا بقدر أعطيها هل في عندي تجربة كفاية إني قدر أعطيها وإيش الناس بتحتاج لما ببحث هدول ثلاثة شغلات هيك أنا بعرف إنه شو هو الإشي اللي أنا بدأ أجيبه وشو هي الإيمي شو المصلحة اللي أنا بدي أفتحها طبعا تطلب دراسة بتعلق من المصلحة لتاني من نوعية إذا منتجات ولا إذا بد أعطي خدمة طبعا بحاجة إنه أبني من قبل الأساس طبعا البناي هو إنه أبني أساس مادي طبعا إذا أنا يعني إذا ما في عندي حدا تاني اللي يمولي أو على قليلة بأول سنة يكون عندي مساعدة مالية أو دخل مادة بحاجة يكون من قبل ممكن أعملي توفير معين اللي عندي إياه بقدر أبلش فيه أعرف شو الخطوات اللي لازم أعملها وأبني على قليلة خطة بين سنة إلى خمس سنين يعني إحنا الناس بتفكر أوكي بلشت قررت هذا ملائم لإلي يلا ببلش وبنشوف شو الأمور بتمشي عادة هدول الأشخاص ما بنجحوا بالموضوع لأنه شافوا جارت هون أو بنوا فكرة معينة غيري نجح بهذا المجال ممكن أنا أنجح مش عن جد درسين الوضع والسوق وفيش عندهم خطة اللي هي تقريبا يعني هي الخطة هي الخريطة تبعتني يعني بنفعش اليوم أطلع من البيت بدون ما أحط مثلا الويز على محل أنا بعرفوش فبدأ أحدد المحل وين أنا بدي أروح اللي هو عادة هاي الخطة هي بتساعدهم كيف يمشوا ويف يتخطوا الأشياء قداش يستثمروا مصاري بالأول وين هي الخطورة اللي موجودة وين كمان الفرص اللي موجودة عندهم حلو انت هم تشرحي هيك وأنا هيك صافنا لحظة النساء بشكل عام بيفكروا في هاي الأمور قبل ما يفتحوا مصلحة؟ طلع النساء طبعا بفكروا وهذا بالذات لأنه نساء في عنا أنا كثير بس ما حكب النساء مراتي كثير أنه ببالي أعمل فكرة كل مرة بتيجي ببالي فكرة يعني بقول خلاص أنا عارف كيف أعملها بس بوقف أكيد بفكروا بس دايما الكل عندهم المعرفة يعني يعني كمان تعالي نقول حتى لو أنا مثلا فنفرد يعني مختصة بمجالي ومتعلمة ألقاب أو دكتور أو أي شي تاني بس أنا مش مختصة بمجال البزنس فأنا ما بتوقع أنه النساء تكون عندها هاي المعرفة وتعرف لحالها شو تعمل لهيك اليوم في كتير برامج اللي ممكن تساعد في أشخاص اللي ممكن تساعد إنهم يعرفوا هاي الخطوات إذا ما بقول لواحد إنه يعطي التخصص للأفخاص اللي هي مختصة بهذا المجال مع الوقت هوني راح يعرفوا يكملوا لحالهم بس هاي الطريق هني يبتحاجي إنه يستشيروا أشخاص وما يعملوها لحالهم يعني ممكن نقول إنه هاي أهمية الاستشارة قبل يعني هكي عنا فكرة أحبين نعمل هاي الفكرة ننزلها التنفيذ على أرض الواقع أما بالمقابلة إحنا مش عارفين كيف ما ننفذ شو الخطوات للتنفيذ الفكرة نفسها فعشان ولا نخليها فكرة ونخليها براسنا بالزبط ونقلبها لمشروع أو لبرنامج اللي هو يخلونا نوصل للهدف تبعنا من المفروض إنه نروح لاستشارة ومستشار وظيفة المستشار هون ممكن يكون إنه يمسك إيد المرأة أو الأم ويأخذها الخطوة بخطوة للهدف اللي هي بدها توصل يعني الفكرة ما تبطل فكرة إلا توصل كمان لأرض الواقع بالزبط يعني الفكرة كفكرة هي ممكن تكون ممتازة لما نجي منفحصها إحنا بالاستشارة ونشوف كيف ممكن تكون بأرض الواقع طبعا إحنا كمان كأشخاص اللي يعني مهنيين عادة اللي بيشتغلوا بهذا المجال منذن الطرق كيف يفحصوا خطورة طبعا المشروع ممكن إذا فيه خطورة معينة مش شرط إنه إذا فيه خطورة ما بنعملها إحنا بس منوضر نورجي الصورة شو الإمكانيات اللي موجودة قدامك وبعدين نقدر نشوف شو كمان الفرص اللي موجودة مجرد معرفتي للخطورة والفرص أنا بعرف أتحضر لإلها هذا ما بقول إذا المشروع فيه خطورة معينة هذا إنه يعني مش لازم أعمله كثير مرات حتى كمستشارين إحنا ممكن نقول لصاحب مشروع معين إحنا شايفين حسب الأشياء الفحصينها إنه مش محبز إنك تفتح هذا البزنس بس هوني بيختاروا إنه يفتحوه و تمام بالعكس إحنا كمستشارين مش مفروض إنه يعني نعطي هيك نجبر الأشخاص يعملوا إشي معين بالعكس إحنا الهدف تبعنا إنه نورجي الصورة نورجيهم الصورة من ناحية كيف السوق موجود من ناحية مهنية و هوني بالآخر يختاروا الطريق اللي بدهني إياها بس على قليلة يكون في عندهم معرفة عندي معرفة بالخطورة فبعرف بل نفرض إنه إذا اليوم بعرف إنه البزنس خلال أول سنة سنتين مش رح يجيب لي ربح اللي أنا بدي إياه الدخل اللي أنا بدي إياه للبيت بعرف على قليلة أنا بحاجة أتحضر إلو سنة سنتين من قبل مثلا يكون في عندي توفيرات معينة أو ممكن لازم أخد قرض معين الأخطاء اليوم اللي بتصير هي إنه بتحضروش بيأخذوا قروض كتير كبيرة والبيزنس مش دائما بنشي كيف حسب التوقعات تبعتهم المصلحة ما بتبش حسب التوقعات تبعتهم فبصير إنه كمان صعوبة إنه يرجعوا القروض وهيكا بنفوت كمان مرة على أزمات مالية واللي بتخلي الأشخاص تقول آه مش ملائم لإلي أكون صعبة مشروع بس لا مش هذا السبب كل هاي الأفكار اللي بتقول إنه صعب إنه نكون نشحين في البيزنس وإنه البيزنس مش للنساء وكل هاي الأفكار اللي تنقل أفكار خاطئة اللي ممكن إحنا نذوتها براسنا أما بالآخر هي مش الصح في أرض الواقع بالذات بالنساء أنا بقامن كتير بقدرات النساء عنجد يعني أنا بالسبع سنين الأخناية بشتغل مع نساء وبترفي تعالي نشوف من بيوتنا أوكي نشوف أمياتنا نشوف النساء اللي حوالينا بشتغلوا أكتر من شغلي مع بعض ويعني في عندهم قدرة على الإدارة ومش بس الإدارة المالية كمان الإدارة بشكل عام في عندهم قدرة يعملوا أكم من شغلي مع بعض ويلحقوا عليها ونفس الثاني وفي عندهم صبر وفي عندهم كمان شغلي كمان حب أقولها أنا اليوم موجودة إنه النساء بشكل عام النساء بيحبوا يكتسبوا معرفة كل وقت بتعلم وسكان عن التربية عن كثير مواضيع فأنا بآمن بإنه نساء ممكن تبني مصالح تجارية كثير ناجحة وشركة كثير كبير وعفكرة في عنا في عنا بالمجتمع العربي هنا بالمجتمعات أصلا يعني بشكل عام في نساء كثير اللي باني شركات وباني مشاريع كثير كبيرة وكمان ناجحة بيضل إنه عن جد أتحضر لإلها وأتجرأ إن أخذ الخطوة هاي أكتر شغلة مهمة إنه أخذ الخطوة وأنطلق مش أستنى كل الوقت إنه بكرة أو بعدين والخوف هو اللي يوقفني إذا أنا عن جد شغفة إني أفتح مشروع معين أو بزنس معين حلو طبعا ما بصير ولا نحكي على ترتيب الوقت أو إدارة الوقت يعني إحنا مانا نيجي نحكي على بزنس بشكل عام بدنا إنه نكون ندير الوقت بشكل اللي هو مناسب لنقدر نلحق كمان على البيت كمان على عائلة كمان على ما نهمل نفسنا وبالمقابل كمان على البيزنس طالق شغلة وإحنا هيك عم نحكي عم بقول أول مرة يمكن بعمل مقابلة على موضوع الاستشارة يعني على موضوع المصالح التجارية ومنحكيش عن التسويق وهي شغلة كتير منيحة لأنه كل الأساس تبع صحبات وأصحاب البيزنس إنه أول ما بفتحوا المشروع نغرب يفكروا بالتسويق أو لازم نحكي عن التسويق بس في كتير مراحل قبلها اللي هي أول إشي الإدارة كل إشي اسمه أنا عندي أنا مديري يعني مديري لنفسي مديري للبيزنس تبعي للمشروع تبعي فالإدارة إشي كتير أساسي فأنا كتير مبسوطة إنه هون ما ذكرناش غير أنا ذكرت الكلمة إنه ما ذكرناش تسويق وعشان هيك الإدارة الوقت إحنا مش بنطلع اليوم إنه أكتر إشي يعني هو هيك غني عنا وهو الوقت تبعنا يعني شوف قداش إحنا مرات كتير يمكن بأزمة السير بنوقف وهون بنوقف وبدنا نلحق وبدنا نعمل ليلة إنه بنعرف كل ساعة وكل دقيقة هي ممكن يعني ممكن تقدمنا وممكن تأخرنا بالمحل البدنية فإشي كتير مهم كصاحبة مشروع أو يعني مصلحة أول إشي إنه تعرف بالضبط إنه هي لازم يكون في عند الوقت تبعها لمحدد للمشروع تبعها إنه أنا اليوم فتحت المشروع تبعي عشان أكون عندي ليوني وأكون مع ولادي أكتر هذا ما بقول إنه أنا كل ما بصير عندي شغلي معين أنا بترك البزنس تبعي البزنس بحاجة استمرارية كل الوقت وبحاجة كمان في أكون يعني أنا هيك ما بقولوا أكون ناصطة للوقت تبعي اللي أنا بعطيه لأنه هو وقت هو أكتر إشي غالي إذا أنا اليوم بدي فلنفرد فلنفرد فش عندي كفاية استثمار مادي عشان أعمل أشياء معينة فهذا وقت اللي أنا لازم أخصصه إسكان اليوم بالمبيعات والتسويق يعني شركاتي كبيرة في عندهم الاستثمار المادي اللي بقدروا يسمحوا لنفسهم يجيبوا أشخاص يشتغلوا معاهم فاليوم إذا أنت اليوم كصاحبة مشروع لحالك أو جبتي كمان شخص أو اثنين فأنتي عشان ما في عندك كل الإمكانيات أنك تشغلي أشخاص فإدارة الوقت هي كتير مهمة بأنه أنا أكون في عندي هيكا وقت محدد للشغل تبعي من يوم الأحاد فلنفرد للخميس من هاي الساعات لهاي الساعات هذا عندي يوم أو يومين فلنفرد أيامات مكتبية اللي هي ممكن تكون فيها تسويق ممكن تكون فيها كتابة محتوى ممكن تكون فيها أشياء اللي أنا بدي أعملها وفي عندي الأوقات اللي أنا بخصصها لأنه هقدم الإيمي أو المنتج أو أي إشي تاني الأغلب شو بيسير بيبطل في عندهم بالفترة بيسير سلطة بيبطل في وقت فتل في وقت وإحنا قصة الوقت هاي تعالي كمان نحكي عنها اليوم إنه قصة الوقت عنا في الشئ لها كتير هيكا يعني نعطيهاش الإيميال كتير كبيري يعني ممكن آخر الأسبوع فلنفرد الزبائن يتصلوا فيي أو يتواصلوا معي وأنا أضلني وكمان عشان هاي الليوني فإنه أنا لازم أكون يعني كل الوقت هيكا ليني وأعطي كمان إجابات بكل ساعة فهذا الإشي مش يعني إحنا مش عم نحكيه بس عشان إدارة الوقت لكون ممتاز بس عشان الشخص ما يعني هيكا يحس إنه يأس من الموضوع وكمان يعطي أكتر هيك نفس طويل للاستمرارية حلو إذا حكينا على الاستمرارية إيش ممكن نعمل هيكا ونختم حلقتنا إيش ممكن نعمل عشان ننجح لزمن أو لفترة زمنية طويلة بالمصلحة اللي إحنا فتحناها بارف موضوع بحد ذات خطة واستراتيجية تكون واضحة ومعروفة أول شي بمهم كتير أخذ استشارة من أشخاص ومش بس أخذ استشارة إذا لازم أفتح البزنس ولا لا إلا يكون في عندي خطة واستراتيجية أشتغل مع أشخاص مهنيين على قليلة بالفترة الأولى عشان أقدر أستمر بالبزنس تبعي عشان يكون في عندي هيكا خطوات واضحة شو لازم أعمل شو مش لازم أعمل الشغل الثاني طولة بال ومنافس طويل لأنه البزنس عادة يعني الحصائيات كمان بتقول بين سنتين إلى ثلاثة سنين تنه يبلش يربح فإذا بلشتوا اليوم مشروع معين وخلال نص سنة أو سنة ما لقتوش ربح ومش عارفين طبعا مهم كتير كمان هاي الأشياء تنفحص مهم كتير كمان نعرف إنه كل مشروع بحاجة إلو الوقت تبعه تنه يبلش يربح فهذا كمان لما أنا مش عادة بقولوا منه 50% أصحاب المشاريع بتسكر المشروع تبعها خلال 5 سنين ليش خمس سنين لأنه خلال خمس سنين في عندك هذا المجال إنك تجرب كل الأمور اللي انت استراتيجية والخطة اللي حطيتها والاستثمار اللي لازم تحطيه على أساس إنه البزنس ينجح في ناس بتنجحش وهذا تمام مش دايما الإشي بتعلق بالشخص نفسه بتعلق بأشياء بالبيئة اللي حواليه بتعلق بكتير أمور فهاي كتير مهمة إنه الشخص اللي بدي يفتح بزنس إنه يكون في عنده شخص اللي يرافقوا بكل الوقات على أساس إنه دايما يتطلع على الأمور المالية وكمان غير المالية على أساس إنه يستمر حلو المرافقة وبفكر كمان نفس طويل نفس طويل وصبر هاي أهم إشي لأنه الأغلب اليوم بيجوا بأول سنة أو نص سنة أنا بقولك هاي إحنا مش يعني مش إحنا باخدينها من المصات التواصل الاجتماعي اليوم إنه آه تعالوا افتحوا مشروعوا خلال فترة قوي بيشوفوا ناس فجأة طلعت على السوشيال ميديو صارت ناجحة لا اللي بنشوفه هو مش الواقع والأمور اللي إحنا بنمرؤها أو الأشخاص اللي بنمرؤها هي مش عن جد إحنا بنشوفها فيه أشياء كتير من ورا هيك الكواليس اللي هي موجودة واليوم ما في هذا الربح السريع اللي بدايئة بس إنه يعني مش مستحيل أما ما في الربح السريع إنه سحر يعني أنا بلشت اليوم بكرة لازم يكون في عند الدخل اللي أنا بديه يعني مش في يوم وليلة مش في يوم وليلة أكيد حالة وعشان نقدر ننهي هيك حلقتنا اليوم ما بقدر إنها من غير ما إسلمتوا رسالتك لمشاهدينا رسالتي للمشاهدات بالأخص بما إنه إحنا هيك بشهر المرأة أول إشي إنه آمن بحالك وتأكدي إنه أنت في عندك كل القدرات تعملي وتنجحي بايش أنت بدك ما تخلي الخوف والتردد هن اللي وقفوك خدي استشارة إذا في عندك هيك أنا كتير بشجع النساء إنه تفتح مشاريع لأنه هذا ممكن كتير بيعطينا تطور كمان مالي استقلالية مالية والاستقلالية المالية كمان تعطينا استقلالية شخصية ومنكون إحنا أكتر هيك نساء مبدعات وكمان في إلنا تأثير كبير على الأولاد وعلى المجتمع ككل يعني بكلمات هكا أنت بتقدري أنت بتقدري أكيد نحن نحدد للظبط كيف تل صحيح شكراً كثير إليك شكراً على المعلومات القيمة اللي أعطينا إياها دوام النجاح والصحة يا رب شكراً وطبعاً وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم بنهيها بنقطة هامة للتفكير تحقيق الذات والتقدم هم من حق كل إنسان وبالمقابل الطموح لتحقيق الأهداف والعيش بنمط حياة ملائم للشخص نفسه هم أحد الأسس للسعادة بالحياة سواء عندي نساء أو الرجال فالطموح وتحقيق بعززوا الشعور بالراحة النفسية وبرفعوا من صحتنا الجسدية بشكركم مشاهدينا على المتابعة شكراً لطاقة من برنامج ونواعة هلا ما تنسوا رقائنا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم ونواعة هلا معي أنا عارين كامال دخصة في أمن الله اشتركوا في القناة